كما تبعت معنا وكما أفادت مرسلتنا اليوم الأول ينتهي بعض محادثات طويلة في الحقيقة فقط بالتأكيد على تحقيق توافق هل تجدون في ذلك أي إيجابية؟ أهلا بحضرات طبعا بكل أستاذ المشاهدين يعني الحوار في المغرب بين وفدي مجلس النواب والمجلس الدولة هو امتدادا لما تقوم به الأمم المتحدة أو ما تقوم به بعض الدول بشكل فردي وأعتقد أن هذا الاجتماع لن يكون له نتاج إيجابية إذا قلنا أننا نريد أن يكون هناك حل سياسي في ليبيا لأن الإشكالية في ليبيا والمجتمع الدولي يعلم ذلك ويدرك ذلك جيدا هي مشكلة أمنية بحتة لأن أي مخرجات عن أي اتفاق سياسي أليات تحقيقها أو تنفيذها على أرض الواقع بتكون المحصلة سفر وهذا الأمور شاهدناها في كل المؤتمرات الدولية التي عقدت حول الشأن الليبي وبالتالي جلسة الحوار التي تعقد في المغرب لن تكون لها فاعلية في حل الأزمة في ليبيا لأن المجتمع الدولي للأسف الشديد تغافل عن الملف الأهم والملف الذي يجب أن يدفع فيه وهو الملف الأمني هل الشخصيات المشاركة من المجلسين وحتى الموضوعات المطروحة للنقاش هي موضوعات مهمة وأساسية تعطي انطباع بأنه سيتم تحقيق اختراق ما في الرباط؟ لا أعتقد ذلك لأن الموضوعات التي ترحت والتي يناقشها هؤلاء المكتبعون في المغرب أعتقد أنها أطرحات قديمة الجميع متفق منذ فترة طويلة على أن المجلس الرئاسي يجب أن يعاد هيكلته إلى رئيس ونائبين يمثلون لقاليم السلاسة وهذا من الطرح الواضحة لديهم في المغرب بالإضافة إلى أن الذين ذهبوا إلى المغرب ليس لا يعم عليهم توافق سواء في مجلس الدولة بالإضافة إلى أن مجلس النواب قال أن هذا الحوار يمهد لحوار جينيف 13 زياد 13 زياد 14 من المستقلين الذي ترعاه الأمم المتحدة الأمم المتحدة للأسف تذهب إلى الملف السياسي وأغفالة الملف الأمني الأهم من وجهة نظري أنا هو أن يذهبوا إلى اجتماع 5 زياد 5 لتوحيد المؤسسة العسكرية وهذا الأمر أعتقد أن المجتمع الدولي إذا أراد أن يحل الأزمة الليبية حلا جزريا عليه أن يمهد لكي يتم طرح أي اتفاق سياسي يستطيع الذين يتواجدون على الأرض تنفيذ وهذا لن يحدث إلا من خلال توحيد المؤسسة العسكرية وهو ما دعت إليه الدولة المصرية في السابق وكانت هناك جولات على مدار ست جولات أو سبع جولات في القاهرة ولكن للأسف الشديد تم تجميد هذا الوابع ولم تضغط الأمم المتحدة ولم تتفاعل الأمم المتحدة مع هذا الطرح الإيجابي الحقيقي لأن الفرقاء الليبيين الموجودون في كل المحافل الدولية السياسية التي عقدت تغافلوا عن الناحية الأمنية والمجتمع الدولي يدرك جيدا أن تفكيك الميليشيات عدم تدخل تركيا السافر في الشؤون الليبية بالإضافة إلى عدم توحيد مؤسسة عسكرية واحدة هو الحل الحقيقي لأي وطوحة سياسية الترتيب هو الطرح الأمني أولا ثم الطرح السياسي ثانيا شكرا جزيلا لك من هذا الحوار الذي يحدث آسف أعتذل لمقاطعتك وقت المقابلة أنت تماما من القاهرة كنت معنا محمد فتحي الشريف الكاتب المختص في الشأن الليبي